موسيقى ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة احكي يا شهره زاد احكي الشهره يار اشغليليلو ليلو لطلوعي النهار حيا ريله بالو يا شهره يار اشغليلو ليلو للطلوعي النهار حياريله باله وغيريله حاله خلي عقله دايما في حالة انتهاء احكي يا صهر زاد ألف ليلة وليلة الصع كل ليلة أحكي يا شهر أجاني أحكي الشهر أجاني اشغيله ليله لتزوع النهار حياريله باله غيريله حاله خلي عقله دايبه في حق انتباه أحكي يا شهر أجاني أحكي الشهر أجاني اشغيليله ليله لتزوع النهار حياريله باله غيريله حاله خلي عقله دايبه في حق انتباه أحكي يا شهر أجاني أحكي يا شهر أجاني أحكي يا شهر أجاني قلبي ليله وليله 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 قلبي ليله قلبي ليله موسيقى 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 نقول محمد علي الأول الأمير محمد علي الأمير محمد علي اتولد سنة 1875 قبل دخول الإنجليز مصر واحتلال الإنجليز المصر بسبع سنين الاحتلال الإنجليزي كان 1882 وهو اتولد طبعا في أسر عبدين وبعدين دخل مدرسة الأنجال بتاعت كل الأسرة العلوية يعني ويتعلم لحد الابتداء بعد كده أبو بعته سويسرة علشان يتعلم فأتعلم هناك في مدرسة عسكرية وبعدين رجع مصر لما رجع مصر لأ أخو الخديوي عباس حلمي التاني هو اللي بقى حاكم مصر وهو كان مستني إنه هو يبقى وصي على العرش لكن أخوه لأن أخوه ما كانش لسه بيخلف لكن أخوه خلف ابنه الهامي فكده ضعت منه قسيطة العرش طول الوقت أعرف عبده مشتاء هو عبده مشتاء لكن رغم كده أنه الهامي باشا ما بقاش وصي على العرش لأنه الإنجليز طردوا أو يعني خلعوا عباس حلمي التاني من على عرش مصر ونفوه برا مصر وجابوا السلطان حسين كامل سلطان حسين كامل ده اللي هو أخو الخديوي توفيق ويبقى عم محمد علي توفيق برضه سلطان حسين كامل ما استمرش كتير وهو برضه قاعد مستني لكن الإنجليز جابه الخديوي الملك السلطان الأول فؤاد أخذ لقبين فؤاد الأول سلطان وبعدين بقى الملك ليه ليه سلطان ما كانتش فيه سلطان في مصر ما هو كان فيه سلطان حسين قبله ليه برضه لا هو بس ها كلهم خدويات خدويات ليه أولي مصر ليه سلطان دي عمرها هاقول لك ليه سلطان لأنه وقتها كانت مصر بدأت تطالب بالاستقلال من إنجلترا وبدأت تتمرد على الباب العالي في الدولة العثمانية اللي هي في تركيا فحسوا أنه يعني الإنجليز اخترعوا منصب لقب السلطان ده أكبر أصله نعم السلطان ده حاجة كبيرة قوي هو علشان ما يبقاش فيه سلطان في تركيا يعني هو فيه سلطان في تركيا ففيه سلطان في مصر فمصر دولة مستقلة عن الباب العالي على الدولة العثمانية هي كانت حركة سياسية وقال لكم ما لوش أي كريمة ما لوش أي مهام على الأرض الحقيقة فلما بقى جيه الخدوي لما جيه السلطان فؤاد بعدين بقى الملك فؤاد برضو يا حتى رقب سلطان أكبر من ملك ما هم خفضوا درجة ها لما جيه بقى الملك فؤاد الأول ما كانش بيخلف صبيان فلازم يعني ولي العهد يبقى صابي فكان بقى محمد علي مستني بقى إيه يبقى السلطان أو الملك جيه الملك فاروق جيه الملك فاروق فاتقلش من العرش مات فؤاد قبل ما يعني فاروق يعني يعني يصل سن القانونية ليتولى العرش فطبعا قعد بقى هو مستني هو كان الواصي على العرش هو وكان شريف صبري باشا أخو الملكة نازلي وبردو حد اسمه عزة باشا دول كانوا ثلاث أوصياء على عرش الملك فؤاد لكن الملك فاروق الملك فاروق لا فؤاد الواصي على العرش الملك لكن الانازلي كانت زكية جدا فهو المفروض ان هي بدل ما تحسب الشهور العربية انه الفاروق يكمل 18 سنة بالشهور الافرنجية حسبيتها بشهور العربية علشان فيه ما بين الشهور السنة الهجرية والسنة الميلادية فيه فاروق فهي كانت حسة انه فيه اللي هو خايفة الأمير محمد علي قاعد عايز يسطو على العرش لدرجة انه نقل عمل قاعة للعرش فيه مدحف المانيال أو أصر المانيال علشان لما يبقى حاكم مصر أو الملك أو السلطان مش هيروح أصر عبدين ما بيحبش أصر عبدين حينقل الأصر بتاعه أصر المانيال أو مدحف المانيال هو محمد علي توفيق مات سنة 1954 ومات بره في سويسرا الأمير محمد علي الأمير محمد علي مات بره في سويسرا وكان موصي انه هو يدفن في مصر وانه لما يموت انه الأصر بتاعه ده يروح للمصريين علشان وحصل كده وجيب مصر دفن في قبة أفندينة في مصر المتحف المتحف بدأ يبقى تبنسنت 1901 كان قصر في الأول مش متحف كان في القصر في الأول أما كانوا الأول عمل حاجة اسمها سرايا الإقامة قصر الإقامة اللي هو يعيش فيه هو وعلته والعاملين معاه وبعدين عمل اللي هو قصر تاني ده للضيوف في نفس المكان في نفس المكان هم تلاتة ثلاث سرايات أو ثلاث قصر قصر تاني ده للضيوف وقصر تاني اللي هو كان الحياة حكم منه مصر وطبعا بالإضافة للجنين ها هو منشور بجنيه العظيمة هو تبنسنت 1901 على مساحة 61 711 متر مصر بتاعه حلوة كله حلوة هو مختلف طبعا هو الأمير محمد علي هو اللي خطط الرسومات وهو اللي عمل كل حاجة يعني هو اللي عمل الرسومات وعمل الزخارف وهو اللي جاب ما جابش مهندس جاب مقاول اسمه الحاج محمد عفيفي وده كان مشهور جدا ده شيخ البنائين كان وقتها وقال له أنا عايزك تعملي الأصل كان في حاجة بيطلع دخان أو حاجة كده في ساعة في برج في ساعة في برج في ساعة حاجة والساعة بتاعتها على شكل عقارب يعني العقارب بتاعتها أخد شكل عقرب نفسه ودي حاجة لو قلتك تحفة معمارية سواء المبنى الذي يحمل الساعة أو الساعة نفسها اللي هي نفس الساعة اللي موجودة في محطة مصر اللي هي فرامسيس فهو ففيه في القصر ده حاجة في وقت الماء أو لو فيه خطط بتطلع زي دخان أو حاجة زي كده أنا مرة قريتها بحاجة بس جايب حاجة تادي لا ما عرفش بس أنا دخلت المتحف أكتر من 20 مرة ما شوفتش الدخل بيقول جامعة مش موجود دلوقتي بس كان في حاجة زي تمويه مش عارف فهو لما خطط خلى مساحة 5000 متر مربع جناين وحضائق وألفين وشوية كده ممرات ودهليز وحاجات بالشكل ده والمساحة المبنية كانت 5000 متر مربع في 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 الأصر ده في متحف للحيوانات المحنطة وهو كان بيعشق بستار آه وعنده كتب لرحلاته في الهند ورحلات في الشام وحاجات بالشكلة لكن هو كان بيعشق شوية حاجات كده جميلة جدا بيعشق الخيوة العربية الأصيلة وعلاقته بهم علاقة يعني وطيطة جدا لدرجة أنه كان بيزعل لما يموت وحوصانه كان بيقتني أجود وأحسن أنواع الخيوة العربية على الإطلاق كان بيحب الحضارة الإسلامية أو الفن الإسلامي كله فتلاقي إن القصر ما فيهوش حاجة خارج نطاق الفن الإسلامي سواء الفن الإسلامي التركي العثمان اللي وقتها الفن الإسلامي الأندلسي يعني جاب نمازج من الفن الأندلسي الفن الإسلامي الشامي الفن الإسلامي المصري أنا وأنا ببني بيتي قلت السلم اللي هو الخشب آه ده جميل فهو كل الثلاث سرايات أو الثلاث سرايات أو الثلاث قصور على النمط الإسلامي سواء أندلسي بقى شامي عراقي سوري مصري عثماني تركي بالإضافة طبعا للتحف والمقتنيات الندرة جدا اللي موجودة سواء بقى فازوت أنتيكات نجف مصنع في خان الخليلي طب هو سياسيا عمل ايه؟ هو سياسيا هو برانس من برانسات الأسرة العلوية ورحالة أيواني عمل ايه؟ ولا حاجة وهو قاعد مستنوع يجبه يحطه واسي على العرش لحد ما يرمها ما كانش مثلا في حاجة حاول يبني مثلا مدارس عمل جمعة عمل حاجة ثقافية حاجة تعليمية لا هو كده كان عايش كده يعني فيه أميرة بانة جماعة القهيرة الأميرة فاطمة سمعين بالظبط يا قصدي كده يجليها عملت حاجة هو ما عملش حاجة زي لا 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 هو عمل المانيال هو عاصر المانيال دوت والرحالات بقى أو الكتب لا ورحالات ده بيتفستح ماناش دعا بالكلام الأقصدي ما عملش حاجة لأهل البلد لا الكتب اللي أقلفه هو كان نصيته أنه يدفن في مصر وأنه هو يتاح المتحف يبقى لكل المصريين وده تم فعلا حصل ترميم سنة 2005 المتحف تحفى بصراحة المتحف جميل أنا يعني الجنين حلوه أنا حضرت فيه حفلات كتير بعشاءه يعني فيه عاجة تانية عايزة تقولي يا ولا خلاص تحب أن تفرج على الصور آه يلا يلا بي ورنا كده أول صورة روما كان رجل شيك أوكي يعني ما كانش هو يبقى شيك مين اللي هي يبقى شيك يعني اللي بعدها أوكي اللي بعدها ده المدخل أو من برة يعني المكان من برة أوكي وهنا جوه بقى فيه دي سرايا الإقامة مبرة بردو أه ده زي كشكة أو حاجة زي أو في الجنينة كشكة موسيقى أو حاجة زي ده برج إيه ده البرج السعة السعة أيوا مش ده بب مسجد فيه مسجد في الأسر جوه في الأسر برضو مسجد فخم برضو هنا بقى القاعات دي القاعات زرقاء أو ودي إيه دي قاعات شتوية أوكي وده بهو كده في اللي هو عارف أنت وتطلع سلالي وتنزل سلالي وده جزء برضو من القاعات ده منبر وقاعة للصلاة جوه الأسر مخصصة ليه ويه لديوفه أهو السلم اللي أنا مقلده أه وده جميل وده مطحف الحيوانات حاجة سمت حنصة فيه بعد كده كتاب هو عمله آه ده كتاب تأليفه ورحلات لي باشكلك سوسو شكرا شرفتي ونورتي كالعادة سمعك أغنية حلو يلا بيني القلبي مفتاح يا حبيبي للملك إديك طبعا لفريد الأطرش بالصوت حسام حسني بعد كده نرجعلكو عرض أزياء مع أستاذة بصمية أزياء أستاذة سوهير علي عامل حكاية حلوة قوي خليكم عامل عصباحة ومزيكة يلا بيني مزيكة قلبي مفتاح عليك قلبي مفتاح ومفتاح للملك إديك اشتركوا في القناة